إيه قصة الحؤان؟ وإيه هي أنواع الحؤان؟ ومين يأخذ الحؤان دي؟ أو حؤان التخصيص؟ إحنا لازم نتفق إن أي مريض عنده وزن زيادة هو حلم لكل الناس إن هو ينزل في الوزن ده لازم ده أول حاجة عشان نفسيته وعشان صحته لكن ينزل إزاي هو ده السؤال؟ ينزل إحنا الأساس والباكبون بتاعنا هو الدايت والإكسرسايز إحنا نعمل نظام غذائي متزن وإحنا نمارس رياضة لو حسينا إن إحنا مش قادرين نكمل ومحتاجين بوش عندنا بقى وسائل تانية كتير منها حؤان منها عمليات منها بلونة منها كابسولة منها حاجات كتير جدا لو إحنا بنتكلم النهاردة على جزئية الحؤان حؤان لها دور فعال ودور قوي جدا بس سلاح زو حدين لازم عشان قدي حؤان لازم أبقى عارف أنا بديها المين جرعة قدي إيه وبديها زي عشان ما نطولش لازم نعرف القصة الأول عاملة إزاي الحؤان إحنا عشان نتكلم عن الحؤان الابروفد بالنسبة للسملة لأن الحؤان إحنا كلمة حؤان دي بقت سمعتها مش لطيفة طبعا حؤان دي كلمة مطاطة إحنا عندنا حؤان بديل التكميم حؤان بديل البلونة نعم وممكن ما تلاقاش أبروفد وحؤان تدويب الدهون حؤان تخسيس حؤان مش عارف ميزوسيربي لا إحنا بنتكلم عن الحؤان اللي هي بتتاخد عشان التخسيس وتبقى أبروفد هم تلت عائلات وهي عائلات تانية هتنزل بعد كده بس هي أول عيرة هي الليراجلوطايد اللي هو طالع منها الفكتوزة والسكسيندا فيكتوزة هي أبروفد عشان علاج السكر سكسيندا أبروفد عشان علاج الأوبزدي عندنا السيماجلوطايد اللي هي طبعا الليراجلوطايد بيتاخد ديلي كل يوم السيماجلوطايد بتتاخد وانس ويكلي يعني كل أسبوع بناخد حقنا ودي اللي طالع منها الأوزنبيك وطالع منها الويجوفي اللي هو مش متوفر في مصر طب والأوزنبيك المفاجأ أن الأوزنبيك للسكر يعني ماينفعش أخده كعلاج للسمنة فيه بقى التيرزبيتايد اللي هو آخر عيلة وهي اللي طالع منها المونجارو اللي هو علاج للسكر وطالع منها الزيبانت اللي هو بديل منجارو بس للسمنة وده مش موجود حضرتك قلت كلام خطير جدا دلوقتي احنا عندنا نوعين نوع بيعالج السكر او للسكر ونوع للسمنة طب منين انا باخد حقن بتاعت السكر منها المنجارو للسمنة حلو جدا المادة الفعالة واحدة المادة الفعالة الموجودة يعني مثلا لو احنا قلنا مثلا ساكسيندا وفكتوزا اللي راجلوتايد هي نفس المادة الفعالة هتقول ليه طب ليه ماخدش فيكتوزا ماخدش فيكتوزا لانه هو كل الستاديزم معمولة معمولة على ساكسيندا كعلاج للسم معمولة على الفكتوزا كعلاج للسكر يعني انا النهاردة لو انا خدت الحقنة بتاعت الفكتوزا كعلاج للسم لانه هي نفس المادة الفعالة فانا النهاردة باخدها بس انا كده باخدها حاجة اسمها أوف ليبل يعني انا لو حصل لي مشاكل من المادة الفعالة دي انا مقدرش احاسب الشرك لان الشركة ايلايلي ان الفكتوزا دي علاج للسكر زائد حاجة مهمة جدا ان انا كده بعرض الناس اللي هو دي حاجة ادبية بعرض الناس اللي هم عندهم مرض السكر ومحتاجين الفكتوزة ومحتاجين الاوزنبك ومحتاجين الادوية بتاعت السكر ان هي تنقص في السوق لان احتياجاتها لو احنا بنستخدم الفكتوزة بجرعة 1.6 أو 1.2 1.8 ده ده علاج للسكر لكن في السكسين ده انا لو استخدمت الفكتوزة باستخدمها بجرعات لغاية ما وصلت 3 ميلي جرام فانا باستهلك كمية اكبر من علاج السكر عشان اوصل لجرعات علاج السن احنا بنقول دلوقتي انحنا محتاجين الادوية في الفارمسيز أو في الصيدليات فانحنا بناخدها للتخسيس وكل الناس عايزة تخيص وده يمكن حصل الفترة من حوالي مثلا سنة فاتت ان حصل شورتت رهيب للأوزنبك فبقى مريض السكر اللي بيدور على الأوزنبك عشان يتعالج مش لقيها علشان مريد السمنة بيستهلك يا خبرة بياض طيب انا هروح لدكتور مروة طبعا دكتور رياني انت يعني بروفيسور في الموضوع التغذية والرياضة مين اللي محتاج ان هو ياخد اي من الحقان يعني لو النادوة طبية وهنتكلم طبي مش هنتكلم بالحب فهي لها كانددت معين يعني فيه ناس معينة بيتكتب لها ويمكن الدكتور بيتكلم عليه على المادوك وليجل ده لحاجات اللي بتحصل برا مصر مين هيكتب له منجارو لان منجارو مثلا أبروف ديديباتيك قلظون نفس المادة اللي التانية اللي هي انتيوبستي بس مين بتكتب له ايه فانا بالنسبة لنا كدكتر التغذية المفروض بنحترم وصول المهنة ان المفروض اللي بياخدها مؤشر كتلة الجسم فوق 30 او فوق 27 بس عنده امراض اللي بتحسب الزي برضو اللي هي الوزنة عالطول في المتر بنفسه تمام يقيم ما فوق 27 اللي هو اوفر ويت مش ابيس بس عنده كوميربيدس يعني كوميربيدس يعني امراض عنده سكر عنده ضغط ايقل فمطلوب منه يخس اسرع مش بيخس بس علشان ممكن يجيله امراض هو امراضي عنده كوميربيدس ده بالكتاب يعني يمكن المشكلة اللي طلعت اللي يمكن فجارة السوشيال ميديو هما ثلاثة من السيليبراتيز تلعوا تكلموا على المشاكل هو ده يمكن اللي خلال الناس تجي تسأل بزبط منهم اخر واحدة هي اصلا رفيعة يعني هي اصلا مش كانددت للحؤن يعني مش كل واحد عايز يخص خمسة كيلو هيروح يعمل مثلا تكمين او بالون يعني نفس متهالي القصة بالنسبة للدكتور لو حد عنده خمسة كيلو زيادة مش هيروح يلك حتى لو جالك حد بالون خمسة كيلو تقوله لأ هي بتنزم من عشرة لخمستاشر ليها حزبة معينة يمكن كلنا بنتكلم كدكاترة اللي بيحترم المهنة مش الحاجات بقى زي ما الدكتور بيقول الحاجات اللي جاية تخزينها عامل ازاي ممكن مشاكل تحصل ليدا بروتين في الاخر تعرضوا للحرارة هناك ناس انا يعرفها يا جماعة ممكن حركز مادة حطوها في الفريزر لا احنا مش بنجمد لحمة عشان ما تباص فان انا احط البروتين في الفريزر واجه فكه هو باز ان انا اتنقل في درجة حرارة عالية ده بكده باز مين جايبهولي من بره الصيدلية اللي بنجيبها عامل ازاي ده شبه المادة ولا هي المادة فقصص كتيرة جدا جدا الدكتور بقى اي تخصص على فكرة تأخذية الجهاز هادمي غدد واجيبه ازاي ولا هو ادروف دل حالتي ولا لأ سينا زي ما انت بتقولي هو انا كان دادت اولا لا هو انا اصلا ينفع ايخو دل مش ينفع هل هي تصلح لي ولا اقروس على نفسي شوية واكل اكل عيدل وتمرن لا وانا لسه كنت بتكلم هي اصلا سواء بالون سواء تكمين سواء ادوية هو ما ينفعش ده بكل استادس احنا بتتكلم كاستادس ما ينفعش من غير نظام نمط حياة جديد يعني نظام غذائي صح ورياضة ونغيرها هادات ما عملناش كده كله يقول لك اي ما احنا بنبطل الحقن بندخل احنا ندخل احنا عملنا تكميمه وبعد ما خلصنا البلون ما بنناش اساس اساس يا سيدن اصلا تعرفة هي نتيزة chronic relaxing يعني مرض مزمن منتكس يعني هو الاتشيفمنت مش ان ان انت تخصي هو الاتشيفمنت ان ان انت تحفظي على نزولك في الوزن ويمكن ده من من دور العظيم اللي ممكن نستغل فيه الحقن الجديدة ان احنا نثبت الوزن بعد ما ننزل اكتر من خلصة ان انا النهاردة وانا بعد ما بشيل مثلا بلون معدى او كابسولة خلصت ان انا اسبت بالحقن ان انا النهاردة في بعض الناس عملت تكميم ووزنها ابتدى يرجع او تغيير مصار ومش عايزين يخشوا في هسل سيرجري جديد اقدر ان انا اديهم الحقن بعمل ريس ست للعملية من اول وجديد كاني لسه عامل عملية امبارح بس هايك قلت نقطة مهمة هو العامل عملية مش اللي قرية دي عايز يخس اتنين تلاتة كيلو وخلصنا بزبط وفي نقطة مهمة انت حلاك لو مسكنا الكيس بتاعت السليبرتز اللي هي للأسف احنا الترند بيودينا في حتة تانية الترند مش كله بيبقى صح احنا لو مسكنا السايكل من الاول هنعرف الخطأ اللي حصل انا كانديدت ولا لا في دكتور الداني الحقن دي تحت اشرافه ولا لا رقم ثلاثة الحقن دي متوفرة في مصر ولا لا الحقن دي جاية من بر مصر انا نقلتها ازاي ده يا فنم ده هرمون هرمون خرج من التلاجة باز انا حطيته بقى جوه شرط في شنطة سفر وخدتها وسفرت كل حاجة بتيجي زي تلاجة تغييرها بالظبط معلش يا دكتور فيه حاجة كمان مهمة جدا نازل نوعي الناس عليها يمكن ناس مشواخدة بالهم يمكن اما بنتلع نتكلم بنقول مش كده كاتر الناس تعطوت فاشخانوا النوم ده بشكاية ده كاتر فيه حاجة اسمها مادك الهيستري مادك الهيستري بمعنى اين ان انا بشوف تاريخ المريض لا غير التاريخ كمان انت عندك امراض ادوية ايه الناس اللي تكلمت اللي حصل لها مشاكل بتاخد ادوية ام لا فيه ادوية اصلا بتبطق حركة الامعاء اما ااخد معها دواء اضافي بيبطق حركة الامعاء دي مشكلة السكر نفسه بيبطق حركة الامعاء لانه بيأثر على الاعصاب فلو خدنا لو انا عندي سكر بنسبة معينة او كرانيك بقى له كتير وخدت ده ممكن يأثر لازم اتابع انا بقول ايه اي الارمينج ساين يعني الارمينج ساين وانا ايه بقى تابع طب ما انا بخس السنسي قولك طب ما انا بخس من غير دايت اروح لالدكتورة ليه طبعام عشان ترائب السايد افاكتس فيه تحليل بتتعبل فيه اسئلة بتتسائل ممكن المريض اللي عاد قدامي مش فاهم انا بسألها ليه انا بس بارها انا كلام حضرتك يا دكتورة ماروة يمكن احنا تعلمنا احنا سبيكرز لبعض المنتجيات اللي حقن دي احنا بنعلم الدكتورة اللي اصغر مننا والصيادلة ازاي هما اللي حقن دي بتاعت ايه وبندي ساشنز للكلام ده يمكن احنا اهم حاجة بنعلم فيها الدكتورة اللي اصغر مننا او اللي لسه بديم مشوارهم في نوم يكتبوا الحقن دي ان الحقن دي بتتاخد اسكليشن يعني انا بعلي يعني ولياكم مثلا المنجارة يعني الجرعة بتزيد طبعا يا فنن بس انا عايزة قابل موضوع الجرعة ده هل كل الحقن الجرعات بتختلف طبعا يعني انا النهار ده هقولك اجزامبل مهم خلينا نتكلم في المنجارة اللي هو غالي والناس كلها بيجيبوا من بره المفروض حضرتك انه هو ابتدي باتنين ونص ملي جرام دي حقنة اخدها وانس ويكلي اتنين ونص اتنين ونص بعد اسبوع اتنين ونص بعد اسبوع اتنين ونص بعد اسبوع الرابع يبانا في شهر ايه انا جاي بكده في شهر اربع حقن اتنين ونص اتنين ونص اتنين ونص اتنين ونص كويس بعد كده اشفت على الخمس بعد كده اشفت على السبعة ونص بعد كده اشفت على عشرة النهار ده الحقنة الواحدة بتاعت الاتنين ونص بعشر قروش فانا غالية جدا اعمل ايه بقى افكر اجيب الخمس فرايح اجيب ايه السبعة ونص على طول ما انا هضيع فلوسي في الاثنين ونص يا خبا ربي فساعدتك انا بخالت على بدل ما اطلع الدول الاول والثاني والثالث والعاشر انا اطلعت الدول الخامس يعني ده اللي سبب موضوع الشلل في طبعا يا فنم فانا باطلع انا بانهاج يعني اللي سبب موضوع الشلل في البطن لبعض من الناس اللي احنا شوفناه ده لا مش ده السبب ممكن يكون ده طب خلينا ننجع خطوتين ورا هو الحؤن دي يا فنم دكتورو ماروحوني بتشتغل ازاي؟ بتعمل دي ليت جسم بتبطأ حركة المعدة أصلاً هي بتشتغل هو ده هرمون يا فنم ده هرمون بيشتغل على ريسيبتورس في الجسم بالكامل من اول الراس وهي اهم حاجة اللي هي ريسيبتورس بتاعت الهرمون بتاع الشبع بيوتب هرمونات زي ما بيوتب هرمونات الجوع والشبع وكمان في الجط في المعدة بتعمل ايه في البقى في ريسيبتورس بتاعت المعدة؟ إن هي بتبطأ حركة المعدة المعدة دي مفرمة باكل الأكل بيتفرم لما يتفرم يحصل تفريغ للأكل دي خش الأمعاء المعدة فضيت أنا بحس إيه؟ جعان إن أنا جعان أو مفتح التلاج وأكل بقى وإنتي عارف الباقي أيوة كويس؟ لكن النهاردة أنا بعمل إيه بقى؟ ببطأ الحركة دي علشان الأكل يريح شوية في المعدة لما يريح أنا كده عملت إيه؟ دي ليد جاستريك إمتنج يعني مفتح حركة التفريغ بطن بين كوسين جاسترو باريسيز أو ضعف شلال الأمعاء ضعف ما بيتقال لحدي بالطبيعي ضعف في الأمعاء فبالتالي عشان كده ما بحسش إن أنا جعانة يعني كلمة بس كده برضو ضعف في عضلة الأمعاء ضعف في عضلة المعدة اللي هو شلال بسيط دي مش كلمة عيب ده هو أساس الحؤن إن هي تعمل ضعف بسيط مجرد ما بقف الحؤن بيرجع تاني عشان كده يا دكتور كنت لسه حقولي عشان كده الناس طالعة تتكلم إنهم ما همخفوا ما همطلعين يتكلموا وهم أصحاء وكذا حد طب هم رجعوا إزاي لو حصل السايد إفاكت الرهيب ده وهم رجعوا يعني إيه طب ما احنا ما شفنا واحدة من الفنانين طلعت قاية أنا حصلي شلل فكلمة شلل دي كانت بالنسبة للناس عشان كده بقولك هيا دي ليه باخد جرعة عالية هيا انت بتقول إيه هيا الناس بتيجي تقول إنه أنا مش بتعملش أسكيليش عالي الفلوس دي قصة بس القصة الأوحش إن عشان بنت خالتي خصت على سبعة ونص بزرط أو خصت على زمالتي اللي معي في التمثيلية أو في المدرسة أو معي في الشغل خصت على الجرعة دي فللأسف بيروحوا على الجرعة يعني أنا باخد جرعة لانت خصيتها ليه أنا أخد تاني عندي ما دك فهموني أنا ممكن أرجع بظهر الوراء ساعات أنا النهاردة أنا حاديك أنا أدتك اتنين ونص وحضرتك حسيت أني انتي الموضوع بقى كرها الأكل والأكل ده نعمة نعمة حضرتك كريت الأكل وديش عادة عادة تشم ريحة الأكل مش طايقة ممكن أنا ما نقلش على الخمسة بالزبط ممكن أوقف شوية على اتنين ونص معلش لما هنا ما بقاش قادرة إن أنا أكل أنا هنا مش بحس بضعف شوية كأنيرجي أو كطاقة ولا عشان الأكل لسه موجود في المعدة فهو بيحصل له زي ريليس بطيء يستفيد من الأكل اللي أنا باكله بس ببطء شديد وبدأ كمان على فكرة أنا رجل بقى بتاع ارتجاع فأنا بيجي لي عينين عندهم ارتجاع وسمنة لأنه خلي ما لازم نربط السمنة بتسبب ارتجاع فمن أهم علاجات الارتجاع إن أنا أقول للمريض خس في الوزن فييجي يقول لي أول حاجة إيه أنا جربت وعايز أخد الحقن الجديد أول حاجة أبقال هالو خلي بالك لازم تبعمل حسابك إن انت هتتعب جامد جدا 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 في الفترة الأولانية لأن هي بتعمل ارتجاع عشان كده إحنا عشان الأكل موجود في المعنى بزبط كل الشركات بتقول لك إيه إحنا لنا طولز معينة علشان نقلل الأعراض دي أعراض الارتجاع وأعراض الغسيان والقيق إن إحنا لازم نأكل أكلات خفيفة بس ده معناه إن كل دي أعراض طبعيير طبعا جدا طبعا عشان عايزة أرجع للموضوع برضو لأ وكمان مفاجئة إيران إن كمان أدوية الارتجاع بتؤدي لتبطيق حركة المعنى يعني مريض الارتجاع اللي بيروح الدكتور أصلا من غير ما ياخد الحقن بياخد أدوية الارتجاع اللي هي البروتون بامس دي أصلا بتبطأ لها تأثير على حركة المعنى فما يكون دكتور متابع معاه هو بيدي له الحقن دي وعارف بعض الأعراض عارف بياخد إيه ما بياخدش مريض 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 السكر هو بيبقى عنده دي ليد جاستريك إمتنج لأن بيبقى فيه تلف الأعصاب فبيحصل نوع من أنواع التخمر تمام وده حتى مريض السكر هم عملين له الحقن دي علشان ياخدها لعلاج السكر وهم عارفين كويس جدا إن بيحصل دي ليد جاستريك إمتنج فمعنى كلمة جاستروباريسيز أو دي ليد جاستريك إمتنج سمعتها مش بطالة ده عادي ده عادي وطبيعي بس أنا إزاي أهندل هاو تهندل الـ side effect ده عشان عايزة برضو أرجع لحطة الشلل اللي إحنا سمعناها والمشاكل اللي حصلت ليه النهاردة الناس طلعا على السوشيال ميديا أو أي إن كان بتقول اوعي تعملوا كده أنا حصل لي مصيبة أصحيح فيه فرق ما بين تبطيق وشلل وإن أنا حصل لي كارثة هل معنى إن أنا أخد الحقن دي من غير استشارة طبيب أو أي إن كان الجرعة زيادة أو 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 ممكن تعمل مشاكل إحنا هذيك ده side effect طبيعي جدا للحقن دي بيحصل ما قدرش أقول الباراليس الباراليس دي يعني أنا موت إن هو شلل كامل في المعدة أنا موت طب بس إيه side effect اللي ممكن تحصل نوزيا غسيان بومتنج القيء ارتجاع مغص ممكن تحصل من الشلل اللي بيقولوا عليه ولا ممكن تحصل من الحقن من الحقن من الحقن من الحقن من الحقن نحن فصرنا للمشاهدين إنه هو مش شلل هو طبطيق لا بالضبط ما دالة أنا عايزة أقوله حنقولها تاني كلمة شلل Paralysis هي اسمها gastroparesis يعني طبطيق أو يعني إنها ضعف مش شلل بيقولوها باللغة درجة شلل لأنهم مش دكاترة فهم بيقولوا المصطلح الدارج إن معيق وقفت هي أصلا متبطقة بسبب الجرعة بسبب ولو حركت لحتي هتلاقي كل اللي تلوا تكلموا وقالوا كلمة واحدة قالوا إنها تتخذ مع طبيب يبقى معنى كده إنهم كانوا بياخدوها من غير طبيب يبقى إحنا وصلنا لقص الموضوع إحنا بناخدها مع نفسنا عشان حد أقلنا أو عشان حد مسافر قاريف يجيبها لنا أو أتفر يعني خلينا نقول للكلام إن إحنا إمتى أنا محتاج أخدها لسه أقولك نرجع لهم أخدها جرعات مظبوطة تحت إشراف طبي ما نقلش من جرع الجرع عشان أنا مش لاقي في السوق الصيدالي جايب لي من السعودية أو جايب لي من الإمارات طب نرجع نرجع إمتى ناخدها نرجع لأول حاجة إمتى ناخدها زيادة في الوزن زيادة في الوزن مؤشر كتلة الجسم 30 فما فوق أو 27 فما فوق ومعا كوموربيديتز يعني عنده ضغط أو سكر أو توقف النفس أثناء النوم بيجيله سليب أبنية دي حاجات لازم الوزن ينزل أي مرض موزن بس إيه يكون عمل وعمل ووقفين بلاتو مش عارفين ننزل أنا وهو خلاص فيه حاجة لازم نعمل خطوة فساعتها هل دي بديل للكابسول أو التكميم أو تحويل المسار مقدرش أقول إن هي بداية الكلمة اللي نشوفها في السوشيال ميديا حقنة للتخسيص بديل التكميم لأ يا فن دي شريحة ودي شريحة ودي شريحة عندنا ممكن يخشي لعشر عينين دا محتاج حقن دا محتاج يعمل عملية تجميل يعمل أو يعمل شفط للبطن دا محتاج يعمل تكميم دا محتاج يعمل تغيير مسار دا محتاج يعمل بلونة دا محتاج يعمل كابسولة كلها تولز لازم تكون قدامنا على التربيزة والنق التولي اللي هو مناسب لي